قبل الهوى كنا بنتكلم عن ما بعد قصف غزة وما بعد انقضاء هذه الأزمة أشارتي إلى أن مصر قادرة على إيقاف ما يحدث الآن ولكن لابد أن نضع في الاعتبار ما بعد هذه الأيام ما الذي سيراه العالم وما هي مصلحة الجول الأوروبية من الاستفاف إلى جانب الجول العربية في وقف نزيف الدماء في المحيط الفلسطيني خليني أقول لحضرتك أنه أنا على ثقة كبيرة طبعا لا شيء مضمون ولكن أنا على ثقة كبيرة أن مصر وقيادتها ستكون داعمة وستكون بشكل كبير تسعى لإنهاء حالة الاحتقان وإقرار وضع سالم وآمن في المنطقة العربية ولكن خليني أعتمد مع حضرتك على تقرير أصداره مركز سيمو في باريس حول سيناريوهات المتوقعة فيما بعد الحرب الدائرة الآن في غزة أو الأحداث التي تحدث في غزة الآن بتنشط العمليات الإرهابية أو عمليات التجنيد التي تقوم بها التنظمات الإرهابية في الأزمات الدولية زي الحروب أو الكوارس الطبعية وبالتالي يتم استغلال هذه الأزمة التي تحدث من خلال تجنيد العشرات بل المئات في الخارج للتنظمات الإرهابية وفي حالة غزة يكون تجنيد من خلال الدعوة لنصرة المستضعفين أيضا الصورة الزهنية التي يتركها خطاب الكراهية اللي بتقوم بإسرائيل في غاية الوحشية وبيكرس لفكرة الجهاد في الغرب أيضا لدينا خبرة التاريخ اللي بتقول إن الحرب الأفغانية أخرجت الطبعة الأولى من القاعدة والاجتياح الأمريكي على العراق والحرب في العراق أخرجت الطبعة سامية من القاعدة أبو مصعب الزرقاوي وأخرجت الطبعة الأولى من داعش وسقوط سوريا وسقوط الجيش في سوريا في 2014 أخرجت الطبعة الثالثة من القاعدة والطبعة الثانية من داعش ونحن نقول ونطلق جرس إنزار هذه الحرب في غزة وما يحدث في غزة سوف ينتج لنا الطبعة الرابعة من القاعدة والطبعة الثالثة من داعش وبعض التنظيمات الجهادية الأخرى التي ستذهب إلى عقر دار أوروبا وتقوم بعمليات الزئاب المنفردة وتقول لهم الآن نقلنا الحرب في عقر داركم وبالتالي ويلات هذا الذي يحدث ستنال أوروبا وأمريكا يعني إيه المطلوب من المجتمع الدولي في الوقت الحالي لعدم التعرض للي بتكلمي عنه من انتشار الإرهاب في نسخة جديدة وحلة جديدة ومسمى جديدة ربما بعد هذه الحرب المفروض يعملوا إيه؟ الدعم الذي تقدمه أمريكا وأوروبا لإسرائيل بهذا الشكل الوحشي يعطي للإرهاب والعمليات الإرهابية والتنظيمات الجهادية والتنظيمات الإرهابية قبلة الحياة من جديد وبالتالي نحن نقول لهم مزيدا من التعقل إحنا مش هنقدم نغير وجهة نظر الغرب ونخليهم يدعموا فلسطين ولكن على الأقل مزيدا من التعقل مزيدا من إرساء قيم السلام وحقوق الإنسان وأن يعني إحنا ما بنطلبش أكتر من حقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته على أرضه وبالتالي وإخراج مصر من المعادلة السياسية التي طول الوقت بيحاولوا يجر مصر لها من أي جانب لأن مصر لديها قيادة حكيمة أعتقد أنها لن تنجر لهذه أدعاء ترجمة نانسي قنقر